السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعلم الإسلام من الصفر في هذا المجلس سنتعلم كيفية الصلاة سنتكلم بداية عن كيفية الصلاة نظريا ثم ننتقل إلى التوضيح بالصور أولا إذا دخل وقت الصلاة وكنت متوضئا أول شيء في الصلاة أنني أتوجه إلى القبلة ما معنى القبلة؟ الكعبة الكعبة هي قبلة المسلمين حيثما كنا في الأرض نتجه إلى هذه الكعبة بعد أن توجهت إليها أرفع يدي إلى مستوى كتفي وأقول الله أكبر ثم أضع اليد اليمنى أمسك بها اليد اليسرى وأضعهما تحت سرتي يجوز أن أضعهما فوق السر ثم أقول دعاء يستحب أن أقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين يوجد أدعية أخرى غير هذا يمكن أن أتعلمها من كتب الحديث وأن أنوع ليس دائما أقول نفس الدعاء أنوع فيها وإن استمررت على هذا لا بأس ثم أقرأ الفاتحة لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة لا تصح الصلاة بدون فاتحة وبعد الفاتحة هنا انتهت الفاتحة ثم أقول بعدها آمين انتبه بعض الناس يقول إذا كان يقرأها كذا في صلتي هذا غلط لا بد من أن تسكت بعدها لأن الفاتحة انتهت ثم تقول آمين أقرأ شيء من القرآن غير الفاتحة أقرأ بقى سورة قصيرة والشمس وضحاها سورة الليل البروج أي سورة قصيرة أو جزء من سورة طويلة أو سورة طويلة أي أن كان شيء من القرآن غير الفاتحة أقرأه بعد الفاتحة هذا دائما في الركعة الأولى والثانية هكذا الركعة الثالثة والركعة الرابعة ما فيها ذلك أرفع يدي إلى مستوى كتفي مثل ما رفعتهما في بداية الصلاة الآن بعد أن انتهيت من القرآن أرفع يدي إلى مستوى كتفي وأقول الله أكبر ثم أنحني وأضع يدي على ركبتي هذا الركوع ظهري يكون مستقيما وأقول سبحان ربي العظيم أقول ذلك ثلاث مرات يجوز أن أزيد يجوز أن أقوله خمسة أو سبعة لكن يعني ما ينبغي أن أنقص عن ثلاث مرات بعد ذلك أعتدل قائما طبعا كلمة الله أكبر أقولها أثناء للنحناء الله أكبر وعندما أعتدل قائما أقول سميع الله لمن حميده ثم أقول ربنا ولك الحمد ثم أعيد يديك ما كانتا في القيام الأول أقول الله أكبر وأخر ساجدا أثناء نزولي إلى السجود أقول الله أكبر وأضع يدي على الأرض قبل ركبتي في المسألة خلاف هل أضع ركبتي ثم يدي أم يدي ثم ركبتي أنا أختار أن نضع اليد اليدين على الأرض قبل الركبتي والسجود يكون على كلتا اليدين والركبتين والقدمين القدمان تكونان على الأرض أصابع القدمين تكونان على الأرض بعض الناس يرفعها لا يجوز في عندنا أصابع القدمين الركبتين اليدين الجبهة مع الأنف هذه توضع على الأرض أقول في سجودي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أقولها يعني سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات لأن الله أعلى سبحانه وتعالى فوق عرشه ونحن سجدنا فنسبحه وهو الأعلى ويجوز لي أن أدعو بما أشاء أثناء السجود ثم بعد ذلك أعتدل جالساً أثناء الاعتدال أيضاً أقول الله أكبر وأعتدل جالساً عندما أعتدل جالساً أقول رب اغفر لي رب اغفر لي ثم بعد ذلك الله أكبر وأسجد سجدة ثانية هذا كله يسمى ركعة هذه ركعة كاملة من أولها إلى آخرها بقى الصلوات صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات صلاة الفجر ركعتان هكذا لكن الفرق بين أول ركعتين ومثلاً ركعة الثالثة أو الركعة الرابعة أن أول ركعتين فيهما قراءة للقرآن بعد الفاتحة أما بعد ذلك لا يوجد قراءة بعد الفاتحة الآن عندنا شرح بالصور أولاً أتوجه إلى الكعبة أرفع يدي إلى مستوى كتفي وأقول الله أكبر أمسك يدي اليسرى بيدي اليمنى وأضعهما طبعاً هنا تحت السرة ويجوز فوق السرة وهنا نقول هذا الدعاء الذي تعلمناه هذا نفتتح به صلاتنا يستحب ذلك ثم نقرأ الفاتحة كاملة وبعد الفاتحة نقول آمين ثم نقرأ شيئاً من القرآن غير الفاتحة ثم نرفع أيدينا نقول الله أكبر الله أكبر أثناء الانحناء كما قلنا الله أكبر أرفع يدي الله أكبر ثم أنحني وأضع يدي على ركبتي أقول سبحانه هنا في هذا الموضع عندما أكون منحنياً شوف الانحناء هنا الظهر مستقيم مع الرأس لا يكون الرأس إلى أسفل هكذا يعني هذا الظهر مثلاً الرأس لا يكون إلى أسفل ولا يكون إلى أعلى وإنما يكون مستقيماً مع الظهر وأنظر إلى اليد هكذا تكون ممسكة بالركبة نقول سبحانه ربي العظيم ثلاث مرات أعتدل قائلاً سمع الله لمن حمد ثم أقول ربنا ولك الحمد وأقبض يدي كما كنت قبل أن أركع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى يعود كل عظم إلى موضعه ما هو موضعه الأول كنت هكذا يعني ولا يجوز أن يقوم الإنسان نصف قوم يقول سمع الله لمن حمد الله أكبر لا لا بد من أن يقوم كاملاً ويستقر في قيامه بعد ذلك أنزل للسجود قائلاً الله أكبر مع نزولي أضع يدي قبل ركبتي وأتم سجودي أضع رأسي وجبهتي جبهتي وأنفي يدي ركبتي أصابع رجلي على الأرض أقول سبحان ربي الأعلى ثم أقول الله أكبر وأعتدل جالساً أثناء اعتدالي جالساً أقول الله أكبر وأقول في جلوسي ربي اغفر لي ربي اغفر لي هنا أشوف هذه الجلسة وانتبع إلى أرجل هذا المصلي كيف يضعها الرجل اليمين مستقيمة هكذا والرجل اليسار يجلس عليها هذه في كل الجلسات ما عدا آخر جلسة في الصلاة ستختلف سيضع هذه الرجل تحت هذه الساق الذي تؤلمه أرجله إذا عمل هذه الحركة فلا بأس يعني يجلس كما يستطيع لكن الذي يستطيع هذه الحركة أفضل أسجد مرة ثانية كالسجدة الأولى ثم أقوم للركعة الثانية وأصل للركعة الثانية كما صليت الأولى بعد ما أصل للثانية أجلس كهذه الجلسة إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين أجلس هكذا إذا الصلاة ركعتين فقط أضع رجلي تحت ساقي تحت ساقي اليوم أضع رجلي قدمي اليسرى تحت ساقي اليوم طيب الآن أنا جلست هكذا وأقول التشهد إذا كانت الصلاة ثلاث ركعات أو أربع ركعات فيوجد تشهدان أوسط وأخير الأوسط بعد نهاية الركعة الثانية والأخير بعد الركعة الأخيرة الأخيرة قد تكون ثالثة أو تكون ركعة وإذا كانت ركعتين إذا كانت الصلاة ركعتين فلا يوجد إلا التشهد الأخير بعد الركعة الثانية وهو بعد الركعة الثانية طيب التشهد الأوسط كيف يكون؟ أجلس جلسة الافتراش هذه تسمى جلسة الافتراش وهي أن أقعد على قدم اليسرى وأنصب قدم اليمنى وأوجه إصبع السباحة طبعاً هذه توجيه الإصبع لا يعد من تسمية من مسمى الافتراش لكن الآن لما أجلس أوجه إصبع السباحة إلى القبلة ولا أحركه يعني حديث الوارد فيه تحرك الإصبع هذا شاذ فليس صحيحاً ثم أقرأ التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله هكذا أنا قلت هكذا بهذه البضعية جلس وقلت التحية التشهد الأخير هذه تكون الجلسة هكذا شكلها قلنا القدم اليسرى توضع تحت الساق اليمنى هكذا أو هكذا وأقرأ فيها التشهد كما قرأته في التشهد الأول أقرأ في التشهد الثاني ثم بعدها أقرأ شيء اسمه الصلوات الإبراهيمية ليش صلوات إبراهيمية؟ لأن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أقول بعدها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وبعد ذلك تكون صلاتي أو شكت على الانتهاء علي فقط أن أختمها بالتسليم عندما أصل إلى نهاية الصلاة ألتفت بوجهي إلى اليمين وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو أقول السلام عليكم ورحمة الله فقط بدون وبركاته فإذن ألتفت اليمين أقول السلام عليكم ورحمة الله ثم ألتفت إلى اليسار أقول السلام عليكم ورحمة الله في خطأ لا أعرف لماذا موجود عند كثير من الناس أنه ينزل رأسه ثم يعني يلتفت اليمين من أين أتوا بهذا الإنزال للرأس عندما يرجع اليسار يعمل كذلك ثم يلتفت اليسار من أين جاءوا بهذه الحركة إلى الأسفل لا أدري لا من كتب السنن في هذا الموضوع ولا شيء فهذه من البدع فينتبه منها كذلك أحيانا بعد التشهد هو جالس اليد الكف اليسرى موضوع على الفخذ اليسرى ويضع يشير بالسباحة إلى القبلة طيب انتهى وأراد أن يسلم بعض الناس ماذا يفعل يعمل هكذا يعني بدلا من أن يخفض إصبعه يرفع يديه هكذا هذه ما هي عند أهل السنة عند الشيعة يعملون ثلاث مرات هكذا عند أهل السنة ما يوجد هذه الحركة وإنما فقط أن تخفض إصبعك أو تمد يدك لكن ما في ترفع هذه هذه الرفعة ليست من السنة هذه بدعة فإذا يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا تكون الصلاة الصلاة قد انتهت بعد الصلاة يستحب أن لا تقوم مباشرة وإنما تذكر الله سبحانه وتعالى بعض الناس بدوا يصلي سنة لا اذكر الله ثم صلي السنة الذكر يقدم على السنة الذكر يكون بعد الصلاة مباشرة فالأذكار التي نقولها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام أو يا ذا الجلال والإكرام كلاهما ورد ثانيا نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم بعد أن ننتهي منها ثلاثة وثلاثين مرة نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر وسنأخذ كيف نحسبها ثالثا نقرأ آية الكرسي لأن ورد حديث أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة فإنه لا يكون بينه وبين الجنة إلا أن يموت وهذا الحديث يعني مختلف في تصحيحه صححوه بمجموع طرقه الآن أنا كيف أحسب ثلاثة وثلاثين مرة في طريقة سهلة وفي طرق أخرى أسهل طريقة أنت كل إصبع في خمس أماكن يعني شوف هذا الإصبع واحد اثنان ثلاثة أربعة عفوا أنا قلت خمسة هي أكثر من خمسة هي سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة صحيح؟ فإذن أنا أبدأ بيدي هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ما التضع؟ طيب أعيد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أصبع ثاني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهكذا طبعا هي موضحة هنا بالصور كل أصابع هذا الإصبع فيه أقل هذا الإصبع فيه خمسة الإبهام فإذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة فهنا مجموعها ثلاثة وثلاثين فإذا أبدأ هنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر هكذا حتى أنهي 33 في طرق أخرى لكن هذه أسهل طريقة وكذلك في طريقة بعض الأذكار أنت تذكرها مئة مرة الاستغفار مئة مرة وما شبه ذلك التسبيح مئة مرة فتحسب هنا كل مكان في الأصابع تحسبه ثلاثة 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 هنا تحسب هذه ثلاثة 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 فعفوا ثلاثة ثلاثة أربعة 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 فبهذه الطريقة أنت تعود خمسين وتكررها أو تعملها باليد الثانية عددها خمسين أخرى هذا بالنسبة للأذكار وتبقى عندنا مسألة صلاة الجمعة هذه الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته